إيه رأيه في كل شيء؟ لا مدرب هايل بصمته بانت من أول يوم المدرب اللي ده أنا دايما مقتنع بكده المدرب الفني هو كل حاجة مدرب الفني 80% لعبة ممكن تبقى 10-20% المدرب الفني هو كل حاجة النهاردة كريم فؤاد اللي الناس كانوا بتفكروا يطلعواه عارة من موسم اللي فات كريم فؤاد اللي النهاردة حالة بسبب إيه؟ بسبب مدرب عنده رؤية عين كويسة اداله صلاحيات في الملعب وظفه في مكان تاني بتحول كريم فؤاد بقى لعيب النهاردة الناس بتطالب إنه بقى موجود في منتخب مصر ونزع لنا إنه هو مش موجود فده بسبب مدير فني صح جاب متولي من يعني من آخر الدنيا جاب متولي وفرضوا على التشكيل وعمل مباراة سوبر بشكل كبير جدا لأنه متولي فعلا امكانيات وهي لا بيعرف إيه ابن من تحت كورة سليمة فيه لعيبة كده فيه لعيبة كده يعني على مدار التاريخ هتلاقي لعيبة كده بس برضو خلينا عشان الموضوع ده ما يمسكش فيه قوي خلي ربنا يكريمه يرجع بسرعة بالمناسبة عشان فيه بعد الناس بتخلط كويسة إنت أقولت الملحوزة دي الناس تصوى لأنه محمود متولي مثلا عنده أصابة مزمنة وكل إصابات محمود متولي غير بعض فعشكي بقول حظ وحش يعني في مثلا لو إصابته متكررة لأ أنا عادي نهاء ده رأيطلع أقول والله الآية مش قد يستفيد منه عشان عنده أصابة تتكرر بس الراجل ده جاله مزقف الخلفية مزقف الأمامية رباط صديبي كل الإصابات مختلفة تماما عن بعضها فيه لعيبة كده بأحظام محمود لعيب كبير جاي من دجلة حاجة خامة هيلة مباشرة جدا إصابات برضو عطرته بشكل كبير جدا ففيه لعيبة فعلا موضوع الإصابات ده بيأثر عليها